صباح الخير مشاهدينا بعدنا مكفيين مع برج العذراء لهذا الشهر واليوم رح خبركم عن علاقة برج العذراء ببرج الدلو ما في حال وسط بين هالبرجين يبتربطون عليه أكتير حلوة يكتير بشعة كله مرتبط بمدى تفهمهم وتقبلهم لبعض وطريقة تعاملهم مع الاختلاف الكبير بينهم برج العذراء كتير منظم بحياته ما بيقوم بأي خطوة من دون سابق تخطيط أما برج الدلو فبكره روتين وكل تصرفاته وقراراته عفوية بيحترم برج العذراء حاجة تبداله للحرية دايما بس بينزعج من تمرده وبيلاقي صعوبة بالتأثير عليه تروني بكرة أخبركم عن علاقة برج العذراء برج الحوت وهلا أبليش توقعات الأبراج 12 مع برج الحمل بتواجه بعض الأشخاص المنافسين إلك تفشل ببعض المقاوضات حافظ على هدوءك فرح يخيب بأملك ببعض الزملاء يليكن دايماً عم بتحاول تساعدهم وتكون حدهم عاطفياً تثبت للشريك مدى حبك إله ورغبتك بالارتباط فيه مهما كلف الأمر برج الثور طبعك المتقلب ومزاجيتك عم بيصعبوا الأمور عليك لتحقيق أهدافك لازم تبتعد عن هالمزاجية رح بتواجه بعض المشاكل بعملك تعمل معها بزكاة والتركيز أما عاطفياً كن صريح لأقصر حدود مع الشريك وأو بعليقتك فيه برج الجوزاء فترة الراحة والنقاها يلي كنت أخذها خلصت وصار الوقت إنك ترجع عملك من جديد وتركيز على كل المهام الموكلة لك من الناحية العاطفية عايش أحلى مرحلة بعليقتك مع الشريك من كف أبراج نوع برج السرطان يديم على فترة اختبار مهمة ما تتأثر بقراء الآخرين المشاكل متكررة بتحتاج لكل تركيزك ما تتجهل الصعوبات أو تتهرب منها أما عاطفياً جانا بتقول أمور ما بتعنيها بحال حص الخليف مع الشريك وتصرف بهدوء برج الأسد نهاري كتير حلو من الناحية المهنية وبيوعد بتقدم بس جاريب ما تتخيز قرارات بتخص العمل لوحدك تا ما تخلق جو عيدائي مع زملائك عاطفياً لازم تمنح الشريك المزيد من الوقت لاشرح موقفه من الخلافات برج العذرة الضغط عليك بعملك عم بيزيد يوم بعد يوم وهيدا الأمر عم بيأسير سلباً عليك بكل شي إن كان صحياً اجتماعياً أو عاطفياً فجاريب تلاقي أنت بحل هالموضوع وخطط للسفر أو لعطلة رايحك شوي وترجع لك نشاطك من جديد برج الميزين اليوم مشغول من أول نهار لآخره منك ملحق عشير مشغول بعملك بأمور مالية وبتسكير حسابات عائلتك وأولادك بياخدوا اسم كبير من وقتك وهنا بحاجة لدعمك وأنا صحيحك فما تأثير أمن له المتطلباتون وكون حدهم برج العقرة بنتبه من طريقة صرفك للمال تما توقع بأزمة مالية أنت بغنى عنها بيستشيرك صديق قريب منك بخصوص قرار حاسم بحياته فعطين نصايح اللازمة والمفيدة عاطفياً شكك بالشريك عم بيزيد المشاكل بينتكن وعم بيخلي عليك تكون متوترة برج القوس بطاقة الإيجابية اللي فيك اليوم واضحة كتير وبتجذب الكل إلك فبيزيد وجودك وين ما تكون جواب من الفرح والتفائل فاستفيد من هالأمر أما عاطفياً جريب تفتح صفحة جديدة مع الشريك ونصور خلافات الأديمة برج الجدي رح بتواجه اليوم بعض المواقف اللي رح تختبرك والمهم إنك ما تفقد الساقة بأدراتك فأنت بتمتلك الإدرات على تغيير هالظروف خليك مسيطر على كل شي حولك وتعلم من المشاكل واستخدم الأوقات الصعبة بطريقة إيجابية لتحسين مهاراتك برج الجدي لو أنت حالياً عم تتعامل مع زملائك بشكل عدائي الأمر يلي بيخلق لك معارضين وحتى أعداء حاول تتبع أسلوب عقليني أكتر وانتبه على كلامك حتى ما تندم على أي شي بتقوله عاطفياً إذا كنت عم بتشك بالشريك ما تتصرف قبل ما تتأكد من شكوكك برج الحوت عم بتفكير بتغيير عملك لأن مش حابب الجو المحيط فيك وطريقة تعامل زملائك معك طويل بيلك ما تخسر عملك الحالة إذا ما كان عندك بديل جاهز أما عاطفياً تعيد شوي عن الشريك تتعرف حقيقة مشارك تجاهه بالنسبة لمولود اليوم فهو حساس انتواقي وأنيني محزوز وزكي بيعامل كل بلطفه احترام وبيلتزم حطوده دايماً سيئته بحاله كبيرة وما بيسمح لحده يدخل بشؤونه منطقة وعقلينة صدقاته دايماً كلاسيكة وما بيحب التغيير والتجديد من موليد اليوم الممثلة والمغنية الأمريكية تاراجي هانسون وليد التاراجي عام 1970 بالولايات المتحدة الأمريكية وضعت مسيرتها المهنية بأدوار صغيرة بعدد براميش تليفزيونية وانشهرت من خلال فيلم بايبي بوي عام 2001 ظهرت من بعضها بعدد أفلام ومسلسلات من أهمهم فيلم ديت نايت ومسلسل بوستن ليجل هيدا كان كل شي لليوم مشاهدينا بريكي صغير ومنكفر من بعضه عن تيفيالايب مع ريليشيشيبز